تعتزم كوريا الجنوبية البدأ في تطوير صواريخ اعتراض محمولة على متن سفن خلال العام الجاري حسب ما قالت الوكالة الحكومية لمشتريات الأسلحة وسط جهود لمواجهة تهديدات جهرتها الشمالية وفي العام الماضي وفقت سلطات الدفاع في سول على مشروع بقيمة أكثر من 500 مليون دولار ليمتد إلى عام 2030 لتطوير صاروخ سفن جوء تو مصمم لإسقاط طائرات وصواريخ كروز ونقلت وكالة أنباء ينهب عن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي قولها إنها تضغط من أجل بدء أبحاث وتطوير الصاروخ خلال العام الجاري بهدف تزويد مدمرة الجيل الجديد التي تطورها البحرية حاليا بهذا الصاروخ